في موسمها الثالث انطلقت جائزة عبد الرزاق بدران للتصوير الضوئي لتشمل العديد من المصورين من الأردن وفلسطين ومشاركة الهواء والمحترفين وجاءت هذه المسابقة لهذه السنة بعنوان الأردن وفلسطين عبر الفصول للحديث أكثر عن أهمية هذه الجائزة معنا في الأستوديو الأستاذ باسل بدران أستاذ جامعي أهلا وسهلا فيك أستاذ باسل كيف صحتك؟ الحمد لله إن شاء الله تمام الله يسير أستاذ باسل حضرتك يعني بيتمثل هالجائزة هاي كونك أنت اللي أسست الجائزة وأنت اللي سعيت حتى تبرز الأعمال اللي قام فيها الوالد عبد الرزاق بدران وأنا بحقيك على الإنجاز يعني هاي مبادرة منك يمكن كثير من الأشخاص بيحبوا أنهم يعملوا مبادرات تخص أهليهم خاصة إذا كانوا قدروا يعملوا بصمة في مجال معين فكيف لما يكون والدك عمل بصمة في مجال التصوير الضوئي فهذا شيء كتير جميل نبدأ نحكي قبل ما نحكي عن أهمية الجائزة نحكي عن التأسيس لهذه الجائزة أين تبلش وليش إجت الفكرة ممتاز الوالد الله يرحمه يحسن إليه يصادف هذه السنة عشر سنوات تعالى رحيله وكان إنسان رائع جدا بمعنى الكلمة كان إنسان عالم كان متواضع كان شاعر كان فنان وكان يحب يساعد الناس كتير بالإضافة إلى إتقانه لإختصاصه وهو التصوير العلمي فبعد وفاته فكرنا كيف ممكن إحنا نكرمه ونخلي الناس تترحم عليه دايما ويظلوا ذكره موجود فخطرت على بالي فكرة الجائزة والحمد لله إخواني وأختي الدكتور بدران وعمر وهالة وافقوا على الفكرة وهم بحماس يدعموا في المسابقة وقلنا خلص نبدأ هالمسابقة بس اللي أعطاني فكرة المسابقة هو قيام الجمعية الأردنية للتصوير بتكريم رحمة الوالد في حياته وبعد ما ماته في الذكرى السادسة عشر لتأسيس الجمعية قرروا يعملوا تقليد سنوي وهو يوم المصور الأردني فكرموا رحمة الوالد وعطيتكم صورة بيظهر فيها التكريم كرموا الوالد بدرع فأنا قلت ممتاز نريد أن نشوف الصورة إذا موجودة عنها كانت مناسبة حلوة في الجمعية قدموا لنا درع وأختي كانت وقفة معي بالصورة فقلنا بما أن الجماعة كرموا الوالد في حياته وفي ماماته نعمل الجائزة هاي والمسابقة بالتنسيق وبالتعاون معهم شراكة بيننا وبينهم كتير حلو الفكرة أنه كمان تتابع هالموضوع هذا وممكن اللي سنوات متتالية يمكن هاي السنة الثالثة زي ما قلت هو الموسم الثالث لهاي الجائزة فتكررت الجائزة فنحكي شوي عن أهمية هاي الجائزة أستاذ بدراني يعني كتير مهم نعرف كيف أساسيات هاي الجائزة أهميتها على مستوى المحلي ومن ثم هلأ ممكن في تميز بهاي الجائزة بأنه تختلف عن السنوات الماضية نحكي شوي عن هالموضوع لما بدأنا الجائزة بدأنا بداية بسيطة متواضعة وقلنا قررنا أن يكون في فئة هوا ومحترفين وبالتالي الموضوع كان عيني على وطني فقررنا هذا هو الموضوع اللي الناس بتتصور عليه كل واحد نظرته شو وطنه بيمثله إن كان جمال معماري جمال طبيعة جمال الناس نفسها الحياة اليومية فصارت المسابقة الأولى وقررنا أنه كل سنة نعمل تطور جديد فيها السنة الثانية اللي بعدها السنة الماضية قررنا أنه نتطور فيها وعملنا فئة جديدة وهي فئة الطلاب حبينا نشجع النشأ الجديد على التصوير ويكون فيه جوائز لهم فصار فيه فئتين الهوا والمحترفين والطلاب نعم وهي مسابقة مجانية أي حدا بيقدر يشترك فيها مدامه مقيم في الأردن حالو هذا كانت السنة الماضية السنة الماضية السنة شو المميز في السنة؟ السنة هذه والسنة الماضية أعلنت عنه قلنا لهم أنه السنة القادمة 2013 إن شاء الله راح تتوسع الجائزة وتشمل أهلنا في دولة فلسطين احتفاءا بأنه صارت فلسطين دولة والعالم اعترف فيها فقلنا إذن لأنه الوالد كمان من مواليد حيفا نعم 1917 إذن تشمل الأردن وفلسطين جميل يعني في مشاركين من فلسطين ومشاركين من الأردن قدش عدد المتسابقين اللي كانوا في هذه الجائزة؟ فئة الهوا والمحترفين 24 متسابق ومتسابقة منهم 9 من فلسطين كتير حلو اخترت عنوان زي ما قلت للجائزة اسمه الأردن وفلسطين عبر الفصول ليش اخترتوا هذا العنوان تحديدا ويعني أكيد فيه يعني لكم هدف من وراء اختياركم لهذا العنوان الصنة الماضية عنوان المسابقة كان أنا بدأرجع للصنة الماضية كان عنوانها داونتاون إن فوكس يعني بالعربي كان وسط المدينة تحت المجهر فكانت كلها عن حياة الناس في المدن والبيع والشراء حبينا السنة اللي بعدها نختلف عنه وننطلق لتصوير جمال البلدين الأردن وفلسطين خلال الأربع فصول فإنه الناس يكونوا طول الأشهر تتعاقب يطلعوا على الطبيعة ويصوروا الربيع الخريف الصيف الشتاء حتى ما يكون فيه تركيز على فقط الربيع فقط لأنه بتعرف جمال الطبيعة يتجلى في الفصول الأربع ولازم يلتزموا في الموضوع اللي انتوا طرحينه لأي متسابق المفروض يلتزم في الموضوع اللي انتوا طرحينه وإذا كان طلع عن الموضوع هل بيتم احتساب مشاركة؟ والله للأسف نعم يعني هذا حاولنا كثير نوعي المشاركين بهذا الموضوع ولنا لهم أنه سبب من أسباب الإقصاء من المشاركة هو أنه الواحد ما يلتزم في موضوع المسابقة يعني وصلتنا صور رائعة جدا وجميلة من المصورين ولكن تم إقصائها من المسابقة لأنه عدم طابقتها للمحور يعني مثلا اللي اشتركوا في المسابقة 40 متسابق ومتسابقة وصلنا لـ 24 ومحترفين وطلاب وطلاب تم إقصاء عدد منهم صورنا 24 بدل 40 فعن نحاول وإن شاء الله اللي يسمعونا اليوم يعرفوا أنه التركيز على محور المسابقة مهم وإذا الموضوع المحور مش واضح يسألونا وإحنا بنفسروا أكتر طيب كيف يتم اشتراك الشخص في المسابقة وشو هي شروط المسابقة ممتاز في عنا موقع على الإنترنت عنوانه بدراناورد.com بدراناورد كلمة واحدة كل مشارك بيحب يشارك هذا الموقع موجود في اللغة العربية والإنجليزية بدخل على الموقع بيسجل نفسه بيعمل لحاله حساب وبإمكانه لما يفتح المجال يحمل صوره بنفسه بالبداية ما بدأنا هيك بالبداية الناس كانت تطبع الصور تعطيناها على سيدي وهذا الآن تطورنا وطورنا الموقع وبحب أشكر أنا بهالمجال شركة الخيال لتقنية المعلومات لأنهم هم اللي يطوروا الموقع اللي حين نتعامل معه مع كل تقنية تحميل الصور والتحكيم أيضا وهذا كان هدية لأنه صاحب الموقع أحد طلاب رحمة الوالد وأصر قد ما كان ذكره طيب عنده مياه المياه هلأ فيه طبعا الأشخاص اللي حيفوزوا بالجائزة المفروض أنه بكرة تعلنوا عن الفائزين في الجائزة نعرف كيف يتم اختيار الأشخاص على أي أساس بضم تحكيم حول الأشخاص أنهم هم أشخاص فائزين يستهلوا الجائزة أولا الجميع يقدم صوره فيه شروط موجودة على الموقع الصور هذه احنا قلنا منموم ثلاثة الأقل ثلاثة وأكثر شي خمسة الصور هذه ترفع للموقع بناء على شروط تقنية معينة لما توصلنا الصور فيه صور تقنيا لا تطابق الشروط المطلوبة فيتم إقصائها الصور اللي تقنيا مطابقة للشروط ترحل إلى موقع الحكام الحكام كل واحد فيهم عنده موقع إلكتروني خاص بدخل بيسجل يعني بدخل ما بيشوف كل حكم إيش الحكام الآخرين عم بيحكموا فكل حكم بمعزل عن بقية الآخرين بيحكموا الصور ويعطوا علامات تير حلو بعد ما إنهم يعطوا علامات فيه مصداقية يعني نعم مهمة جدا وإحنا حارسين جدا على المصداقية هاي وشكرافية أديش اللي بتكون الجائزة بتكون قيمتها الهواء والمحترفين ألف دينار ألف دينار يزعى على ثلاث جوائز السنة بالذات عندنا المركز الثاني صار مكرر فقسمنا زدنا الجائزة شوية حتى أنه وبالنسبة للطلاب والطلاب ينقدم ثلاث كاميرات حلو هاي عشان يكون دافع لهم حتى أنهم يحترفوا هالمجال طيب إحنا منشوف صور كنا قبل شوي عن الوالد وحياة الوالد الأستاذ عبد الرزاق بدران اللي تسمت الجائزة باسمه لأنه يعني حابين نعرف كمان هالنشاطات الأستاذ الوالد كيف كمانه والصور والجوائز اللي تلقاها نحكي شوي عن النشاطات وللوالد ونشوف الصور لو سمحت نعم هذا الوالد نعم هذا الوالد في شبابه مع كاميرته المحببة الهز البلد لما كان في الكويت نعم وأعتقد أنه صورة شخصية وهذا الوالد في أواخر الله يرحمه رحمة الله عليه في أواخر حياته في التسعينات نعم هذه الصورة مع الأستاذ أقصى اليمين أستاذ سقرات قاحوش كان رئيس الجمعية الأردنية والأستاذ سماوي يكرمون أنا وأختي وقفين هناك الوالد هذه المناسبة السنة الماضية بالمكتب الوطنية أخي في الوسط وإلى بجانبه الأستاذ محمد العبادي مدير المكتب الوطنية اللي تمت المسابقة عندهم افتتحنا المعرض وهذه هي الصور الفائزة بمسابقة العام الماضي بالعام الماضي أعتقد هذه صورة بشار الكردي هذا كان الفائز الفائز الثاني هاي صورة ممتازة صورة الوالد شوف الكاميرا اللي بإيده كاميرا بوكس كودك بوكس بيسموها البراون كاميرا قديمة جدا جدا ومن أيامها هو نشير كان يصور النهضة العمرانية في الكويت برضو هذه صورة قديمة جدا جدا من الكويت من صوره أيام الغوص لما كانوا يطلعوا الغواصين يغوصوا ويبحثوا عن اللؤلؤ وبتلاحظ العلم فيها علام الكويت القديم هلا يمكن في صورة ثانية له الوالد أول ما بده بده في الجيش الكويتي فأسس قسم للتصوير والسينما وهو هاي يلابث عسكري كان برتبة ملازم طب هون مين عبي صوره؟ أكيد أعطى الكاميرا لحد من مساعدينه وهذا صورة قيمة لأنه هيك الكويت كانت من زمان كانت داخل صور بعدين توسعت وإرث صور لكويت الوالد رائع جدا لأنه حفظ عنا يعني لما صار الغزو العراقي ما كانوا صور الوالد بالكويت حفظت كانت معنا في الأردن فعندنا مجموعة رائعة لأرشيف الكويت يريدهم يعرفوا عنه هاي بتشوفي فيه صور مثلا هاي الصورة بيبين فيها أميرين بتاريخ الكويت الأمير حالي وكان نائبه وبعدين صار الأمير فكان هو مع الشيوخ ويصور هلأ هذه بدنا بصور حرب فلسطين هاي صورة بـ 1948 أثناء النكبة كان هو أحد القلائل من المصورين اللي غطوا الحرب كان مراسل صحفي لجريد مجلة الهلال المصرية فكان هو في الميدان ويصور هاي صورة جريح عم بنقوله الثوار المجاهدين بعيد عن الجبهة صورة مقاتل في القدس يعني شوفي حتى في نص الحرب كان يطلب من الناس ياخد صورة فنية يهم الجانب الفني وليس فقط الجانب التوثيقي فالجندي مشغول في الحرب ما هيك قاله طلب منه يطلع عليه حتى يعطيها حتى الخلفية اللي عنده كمان حلوة وهاي كمان صورة لمجموعة كبيرة من المقاتلين المجاهدين العرب اللي أجوا من كل مكان لنجدة أهل فلسطين أثناء الـ 48 برضو كان الوالد من القلائل المتاح لهم الوصول إلى قصر رغدان العامر وعاشر الله يرحم الملك عبدالله الأول وبالتالي صور بداخل قصر رغدان العامر مفاوضات هذه لجنة هيئة الأمم العربية أعتقد اسمها فكانت الوفودة العربية جاية لطفويد جلالة الملك عبدالله الأول لقيادة الجبهة فصور تاريخية قيمة جدا الشريف حسين بيبين بالصورة هذه كلها الوفودة العربية بتلاحظي الطرابيش كانت قمة الأناقة أيامها آه وأكاموضة نعم هذه كمان صورة رائعة بمنتصف الصورة في عبدالقادر الحسيني القائد المجاهد المشهور وحوله مجاهدين الفرقة اللي كانت تعمل معه فهذا بيدل برضو على تواجده في أماكن كثيرة برضو الوفودة العربية في قصر رغدان العامر طبعا تصوير كان كله أبيض وأسود بهذه الأيام كتير حلوين الصور وزي ما قلت لي كان فيه صور بتخص أرشيف الكويت فهل فكرتوا أنه مثلا تعملوا منها مجلدات وتبعتوها لمكتبة الوطنية في الكويت ولا ما فكرتوا بهذا الشيء هذا والله فيه مفاوضة تعال ما لن نحكي إحنا مع ناس مختلفين بس مش بالحماس اللي أنا بحب أنه يكون شوية لأنه إحنا مشغولين أنا وإخواني كلنا مدرسين جامعيين وبالتالي يعني مشغولين كتير بس منحاول وفيه مرات منحاول نتصل مع ناس من الكويت أنه نخبرهم وهم معروف الوائل يعني كبار الكويت بيعرفوا بدران بدران معروف كان ينادو باسم العائلة طب نرجع لجائزة عبد الرزاق بدران لأنه يمكن الوقت دهمنا وحب أعرف منك نأكد أنه بكرة سيكون نتائج المسابقة وتوزيع الجوائز وين رح يكون موقعها ونحكي شوي يعني إيش ممكن رسالتكم اللي حابين أنكم توصلوها من خلال هاي المسابقة نعم الاحتفال إن شاء الله سيكون تحت رعاية معالي وزير السياحة والأثار الأردني وإحنا دعينا كمان وزيرة السياحة والأثار الفلسطينية كونها المسابقة تحمل اسم فلسطين والأردن الاحتفال سيكون إن شاء الله الساعة 6 المساء في المكتبة الوطنية بجانب وزارة الداخلية ساعة 6 المساء رح يكون فيه تكريم وإعلان أسماء الفائزين وأيضا زيارة معرض الصور المشاركة الجميع سيكون موجود إن شاء الله ونتمنى للجميع الفوز ونحب كثير لكل فوز وإنما رح نحتاج نقرر بس 3 ألف وزي وإحنا أكيد نتمنى لكم كل التوفيق وإن شاء الله بالمستقبل يكون فيه مشاريع كمان تنطلقوا فيها للوطن العربي مش بس بالأردن وفلسطين نشوف لكم أعمال حتى يكون فيها باسم الأردن في الوطن العربي هذا شيء جميل إنكم تنطلقوا وتتوسعوا أكتر إن شاء الله كل الشكر لإلك أستاذ باسل بدران ومنحييك على جهودك الشخصية كل الشكر أهلا وسهلا فيك أهلا فيك ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة